المهم عندي بس في الموضوع الاختلاف في العقيدة ينشأ عنه ايه؟ هو دي المصيبة ينشأ عنه الفرق شيعة وخوارج ومرجئة وبطنية وكل بال انت بتشوفهم ده اللي يقولك حسن الصباح للمسلسل اللي جيت عرض في رمضان ده بتاع الحششين ده القصة حقيقية وان كانت التفاصيل محتاجة شرح ومحتاجة تحليل ممكن نبقى نحكيها في وقت تاني لكن فيه فعلا كده اه طبعا طبعا هو ده بيعمل فرق لاغتيالات كلها بتنشأ بسبب الفرق تكفير المجتمع اللي بعضه بينشأ بسبب الفرق القتل بيحصل بسبب الفرق الحروب بتحصل بسبب الفرق اللي ما بيصلوش على جنازات بعض بسبب الفرق اللي بيطلقوا نساءهم بسبب الفرق اللي يا خبر على الفرق دي راس كل خطيئة الفرق دي هي دي انفجار في كفري الكهرباء الفرق دي هي الكارسة كلها لذلك وان هذا صرتي مستقيما فاتبعوا ولتتابعوا الزبلة فتفرق بكم عن سبيله احنا عوضين ايمان كده كايمان العوام الله واحد لا شريك له نؤمن بان الله عز وجل سبحانه وتعالى يحيط بعلمه في كل الوجود الله عز وجل ليس كمثله شيء واسماؤه الحسنى لحصر لها لا يعلمها الا هو ايمان العوام ايمان العوام شكرا